ما تزال القوات الأمنية مستمرة في عملياتها العسكرية في العديد من المناطق العراقية وخصوصاً الشمالية منها لملاحقة فلول تنظيم داعش الإرهابي وتطهير هذه المناطق التي تشهد هجمات متكررة خلية الإعلام الأمنية العراقية أعلنت في هذا السياق إلقاء القبض على خمسة إرهابيين من تنظيم داعش في عملية نفذتها القوات الأمنية بمناطق مختلفة من محافظة نينوى وهم من العناصر المطلوبة للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة الرابعة إرهاب من جانب آخر فدى مصدر أمني بهجوم إنش أنه عناصر من تنظيم داعش الإرهابي على نقطة تابعة للشرطة الاتحادية في محافظة كاركوك المصدر أوضح أن الاشتباكات استمرت نصف ساعة ما أسفر عن إصابة ثلاثة عناصر من الشرطة العراقية تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج وتشهد كاركوك منذ أسابيع تصاعدا في حدة الهجمات الإرهابية فيما تسارع السلطات الأمنية الاتحادية للتنسيق مع قوات البشمرقة لملء الفراغ الأمني هناك جدير بالذكر أن سلسلة العمليات العسكرية التي نفذتها القوات العراقية عند أطراف كاركوك بمنطقة وادي الشاي مطلع العام الحالي أسفرت عن مقتل زعيم تنظيم داعش الإرهابي في العراق المدعو أبو ياسر العيساوي وذلك بالتنسيق مع قوات التحالف الدولي